أحياناً يكون هناك تساول من الأسر في موضوع الأجهزة إن شاء الله ما رأى ما يشوفون شيء يوتيوب ما يشوفون الألعاب ترى كثير من هذه المقاطع تظهر في مثل هذه الأشياء مقطع يوتيوب قد يكون عادي جداً يظهر فيه مقطع إباحي لعبة عادية من الألعاب الأطفالي حتى ربما قد تكون مصنفة لتحت العشر سنة تظهر فيها إذن لا بد من نظام لذلك ما بد من نظام ورقابة وانتباه أحياناً أيضاً جزء من موضوع ما يسمى بالتربية الجنسية وهذا موضوع قد يكون موضوع بحد ذاته طويل وتشعبات فأحياناً بعض الأسر تعتقدون أن الطفل لا زال صغير ونتكلم معها في المواضيع هذه هو في الغالب تسمع عن هذا المواضيع لذلك التشوهات حول هذا الموضوع موضوع الثقافة الجنسية تأتي من اعتقاد الوالدين أن الأطفال لا زالوا صغار بينما هم جلسين يستقون معلومات من مصادر أخرى من أصحابهم من زملائهم فمن الجيد الاهتمام بمثل ما يسمى بالثقافة الجنسية وقد يقول بعض كيف الثقافة الجنسية التربية النبوية تعتني بهذا الموضوع مسألة التعليمهم عن موضوع اللي هو أحكام البلوغ أحكام الاستسال هذه كلها أشياء من خلالها يتم شرح هذه المفاهيم بطريقة صحيحة وغير ولذلك بعض أهل الأهل التخصص لدينا يعني يستحسنون استخدام التربية الجنسية أكثر من قضية مصطلحة الثقافة الجنسية لأجل يعني ما ذكرت سيزاكر الله خير في العودة إلى هذا المعين الذي لا ينضب اشتركوا في القناة